أظهر أحدث تقرير حول مدى استجابة الدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2018 أن نسبة التمويل بلغت 11.7% من إجمال ما هو مطلوب والبالغ مليارين وخمسمائة وسبعة عشر مليون دولار حيث بيّن تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الدول المانحة قدمت 295 مليون دولار تشكل 11.6% من قيمة التمويل المطلوب الجزء الأكبر من هذا التمويل ذهب إلى دعم اللاجئين بما نسبة 127 مليون دولار ودعم الموازنة 111 مليون دولار وأخيرا المجتمعات المستضيفة المحلية بنسبة 57.5 مليون دولار قطاعيا أظهرت الأرقام أن تسعة قطاعات حصلت على تمويل أبرزها قطاع سبل العيش حيث حصد الحصة الكبرى بقيمة 147 مليون دولار ذهبت إلى دعم الموازنة 111 مليون دولار واللاجئون النصيب كان 13 مليون دولار تقريبا والمجتمعات المستضيفة المحلية حصدت 22 مليون دولار ونذهب الآن إلى قطاعاء الصحة والمياه على تمويل حصلوا على تمويل بقيمة 21 مليون دولار لكل منهما حيث وجه دعم قطاع الصحة بالكامل كما نلاحظ إلى اللاجئون بالكامل ذهب قطاع الصحة أما بالنسبة إلى قطاع المياه فذهب 8 مليون إلى اللاجئون و12 مليون و400 ألف دولار إلى المجتمعات المستضيفة المحلية أما أكثر الجهات المانحة التزاما بدعم خطة الاتجابة الوطنية للأزمة السورية كان البنك الدولي والدعم كان للخزينة بقيمة 111 مليون دولار ونلاحظ أن هذا هو الدعم الوحيد المقدم للخزينة ضمن الخطة في هذه السنة والبنك الدولي قدم 111 مليون دولار ألمانيا قدمت 28 مليون دولار ذهب 17 مليون إلى المجتمعات المستضيفة المحلية و11 مليون ونصف المليون دولار إلى اللاجئين والاتحاد الأوروبي قدمت 23 مليون دولار تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية 23 مليون دولار تقريبا ونلاحظ نفس القيمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأخيرا اليابان قدمت 16 مليون دولار تقريبا ذهبت 15 مليون دولار إلى المجتمعات المستضيفة ومليون دولار و300 ألف دولار فقط إلى اللاجئين